احنا في زمن الناس ما بقيتش تتكسف على دمها بقيت تعمل المنكر وما تخجلش وبال بتشيره على الفيس الموضوعه بقاش مكتصر على الممثلين وفنانين حتى الانفروانسرز والناس العادية بقيت تتباهى بالمنكر المشكلة لما الناس بتنكر المنكر على الفيس وانا واحد منهم ودا تقريبا سبب الفيديو ما بقيتش الناس حتى تتقبل فكرة ان في حد بينكر المنكر والناس اللي بتنكر المنكر دي بقيت تقبل تعليقات سخيفة وسامجة من نوعية هو انتو ملكو ما تسيبوا الناس في حالها هو انتو هتنصبوا نفسكو قالها على فكرة اللي بيحاسب ربنا مش انتو لما كنت بقرأ في سورة المائدة ويفتع عند قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وإيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نركز بقى في الآية اللي جاية دي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ابن عباس في تعليقه على الآية دي بيقول اليهود ربنا لعنهم لثلاث أسباب فعل المنكر ادي واحد والتجاهر به ادي اتنين وعدم التناهي عنهم وقال في البحر والمعصية إذا فعلت ينبغي أن يستتر بها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلي منكم بشيء من هذه الكازورات فليستتر فإذا فعلت جهارا وتواطأ الناس على عدم إنكار كان ذلك تحريدا على فعلها وسببا لإفشائها وكثرتها يبقى لما تلاقي منكر بيتعمل لازم تتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي ومن لم يستطع فباللساني ومن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أنت لما تشوف منكر واحد مثلا بيتحرش بوحدة لازم تتدخل بإيدك حتى لو تتخاني بس لازم توقف المنكر ده لو تقدر توقفه بإيدك طيب ما تقدرش بلسانك شفت مثلا واحد ماشي مع واحدة ودخلين حرة ضلمة وحضينها وحط إيده عليها المناظر اللي بنشوفها الأيام دي توقف وتقول اتقل لا انت كده بتتخوني والدك انت كده بتجيب العار لأهلك كلهم توقف تتكلم بلسانك اكتب على الفيسبوك قول أن دوت منكر لا يرضي الله تعالى بس للأسف اليومين دول في حاجات حتى ما نقدرش نحنا نتكلم عنها بلساننا أو نكتب عنها بوستة على الفيسبوك ساعتها أنكرها بقلبك لعل الله يعذرك واعلم أن عقبة عدم إنكار المنكر ما بتقعش على الشخص نفسه للأسف بتقع على الأمة كلها السلام عليكم و اشتركوا في القناة